تعالوا نشوف اول سؤال وصلنا بيقول ايه اول سؤال بيقول السلام عليكم انا خالي عاوز يكتب حسته في بيت كان ورسلي انا واختي وانا واختي مع العلم انه غير متزوج وانه له اختي تانية غير امي وله اخ متوفى وله ولدين فالكده حرام وشكرا جزيلا لا مش حرام هذا اسمه هبة واسبت تصرف في حال الحياة يعني ايه انا اديت الكباية دي لاي حد من اخواننا هنا ايه اللي حاصل لما اديت له الكباية دي اللي انا ملكها فانا واهبتهاله ممكن اعملها مع اي حد لان اذا مالي وانا في حال حياتي ممكن اهب اي حد اي جزء من مالي طب وده يسمى ايه بقى يسمى التصرف في حال الحياة انا تصرفت وانا حي انا عايشة طيب هل بقى لما واحد يدي المال لولاد اخته يبقى كده هو في الحقيقة حرم حد تاني من المراسة ابدا ده هو عايز يشكرهم على اللي عملوا معاه عايز يقول ان انتو ممكن تعملوا بي حاجة جيدة او هو شايفهم محتاجين طب وده معنى ايه ده معنى ببساطة خالص وبيوس من غير ادنى مواربة ان هو تصرف في ماله الذي يملكه ملكا صحيحا فهل يجوز ان هو يتصرف في الهبأ نعم بالعكس تتصرفه بالهبأ سيثاب عليه يعني هو لما ادى الفلوس لولاد اخته وهو قاصد ان هو يخليهم يغنيهم عن ان هو ما يحتاجوا لحد ده يثاب ده مش يبقى حرام عليه طب والورصة ورصة ايه حسنا مكلمة عن روحب يتصرف في المال وهو حي الورصة دولة لما يبقى فيه حد مات وحد لسه عايش وفيه تركة طب اما وقى ان الرجل لسه كان عايش يبقى هو تصرف في ماله وهو حال حياته فده جائز وما فيهوش اي شيء وما فيهوش اي شبه طيب مع العلم ان هو متزوج سواء متزوج او غير متزوج هو يجوز له ان يهب فهو اذا وهب المال ده ليكم ليك او ليك او ليها فخلاص يبقى ايه اللي حاصل يبقى ده جائز شرعا وليس فيه حرام ليه لانه تصرف في حال الحياة وهو خال حضراتكم ده ايه كان كامل الاهلية وكان كامل الملكية يملك المال ملكا تاما وهو كمان كامل الايه الاهلية فخلاص يتصرف في ماله كيف ما شاء وهو تصرف تصرفا صحيحا وليس حراما عليه لان بعض الناس يقول لي طب هو مش هو عزب في القبر لا مالوش دعا بعزاب القبر خالص لان هو ايه اللي حاصل هو تصرف تصرفا صحيحا وكان جائزا اشتركوا في القناة